أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم مرحبا بكم جميعا نتمنى أن يكونوا بخير وعلى خير نورمال مو كيفما بحالية بحاجة أحيانا أتصفحوا الأخبار أتصفحوا وش نطري في المغرب رغم أنا ما عيش في المغرب ولكن تعجبني نعرف شنو دير في المغرب شنو غايدير وشنو ديرو واحد الخبار صدمني المهم قبل ما نبدأ الفيديو تحية لجميع المغربة الأمازيغ الذين يحتفلون بالسنة الجديدة أتمنى أنها تدخل عليكم بالخير وصحة إن شاء الله وهذا الشيء الذي نتمنى لجميع إخواننا وأخواتنا الأمازيغيين والأمازيغيات في جميع أنحاء العالم تحية لكم جميعا لو أحد الخبار الذي يأتي قدامي يعني أنا كنعيش في مريكان يعني كنعيش في مريكان وكنشفت الخبار صدمني يعني كنشفت الخبار صدمني يعني هناك هناك جدل في أمريكا حول سيارة تيسلا خاصة على الأتمان الأتمان الخيالية التي تباع بها سيارة تيسلا هنا كان لقى أن المغرب إذا جينيش في مستوى الأجور ما بين أمريكان والمغرب يعني غادي تشدك تشدك الصخفة غاية تكتلك القلب إذا جيت تشوف الأجور بين أمريكان والمغرب غايت تشدك الصخفة غايت يتموت غايت يشدك القلب غايت يتموت وهذا الخبر تيقول لك واش المغرب قادر على أن ينجح تجربة السيارة الكهربائية واش المغرب أنجح أنه يشبع المغاربة والمغرب ما زال لم يشبعة مساكن من المغرب المغرب مازل لم يشبع 금كاريين المغرب يونا من الأمر واش عباد الله المغربي ما زلت يعاني من مرض السل المغربي ما زال ينتشر فيه مرض السل وكان مرض في الدول الافريقية دعوا عليه عقد كل مرج أشخاص في الدول الافريقية ومن UPع المغربي ما زال لدينا مرض السل وكان هنا خارج رئيس الحكومة ي ratchet se let the government ما هو المغرب قادر لأن ينجح جربت السيارة الكهربائية ده أنا غير بغيت نفهم هاد إيلان موسك اللي اختار على السيارة الكهربائية هاد الشاب وهو واحد جوج دي الإخوة اللي من جنوب إفريقيا ولكن رحلوا الأمريكان وكبروا في أمريكان وقروا في أمريكان وكذا كذا كذا يعني هاد الإنسان هاد إيلان موسك من اللي سيسمع هاد الخابر وغير عاودوا لي على المغرب وشنو غادي يقول وش غادي يضح كان نظن أنه نسمحه غادي يكتب تويتر وغادي يضحك فيه وغادي يضحك فيه غادي يقول لي موسيدي المغاربة عندهم إقبال على سيارة تسلا لأن الناس في أوروبا في واحد مجموعة من دول العالم واحدة في أمريكا ما زال ما عندهمش القدرة الكافية باش أنه مشتري في سيارة تسلا وهنا أخوتي أخواتي المغاربة يعني أنا رمشي غير كان هادر من فراغ ولكن كان هادر من شي حاجة اللي واقع شي حاجة اللي تزريبها شي حاجة اللي تنعيشها شي حاجة يعني المغرب وش يعني وصل ذاك المستوى يعني أن جميع المغاربة قادرين يتعلموا يعني توفر وش المغرب من الدول المغربية وفرات المدارس لجاميع المغاربة وش وفرات المغاربة المستشفيات وش 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 وفرات لهم السكن لائق وش وفرات لهم المأساة للشرب يعني وش 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 ونحن ما زلتنا في المغاربة مشكلة وهنا رئيس الحكومة خارج يقول لهم السيارة الكهربائية هل من كيد حكو هذا المغاربة عارفين هل المغاربة عارفين أن حتى الطنوبيلة لا تصنع في المغاربة المغاربة عارفين أن المغاربة أصغر في السيارة تأتي من دولة أوروبية ويأتي للمغاربة لأنهم رخاص في الخدمة يعني المغاربة إنسان المغربي الذي يخدم في المعمل السيارات عبارة على تورنوفيس يأتي يركبه ويبقى يزير يركب الروايدة وركب الكورسير وصيفة لماذا تقول للمغاربة المغرب لا يصنع السيارات المغرب يركب السيارات وعليش إذا ظهرت فيه تركيب السيارات علاش علاش دولة المغاربة هل رئيس الحكومة يجب أن يخرج يشرح للناس في المغرب علاش أن تركيب السيارات إذا ظهرت في المغرب علاش لأن كان القمع لأن الأور ضعيفة هزيلة جدا لأن هداك الإنسان اللي كنت يشتغل في معمل تركيب السيارات لا يتقعد عجره كميلا وش كتعرفوا أن هناك اللي حدي الآن كين وزير وزير الاقتصاد في فرنسا ناضي يقول لهم خس ديك الشركات اللي كتستثمر في المغرب راها خلقات مشكلة في فرنسا لأن الفرنسيين ملقوش فين يخدموه والمعامل كتمشيل في المغرب كتستغل المغاربة بش كتربح كتر يعني هداك المعمل اللي جاء من فرنسا وقد يتركيب السيارات في المغرب أنا أخلق مشكلة الفرنسا وخلق مشكلة المغاربة علش خلق الناس خلق الناس في فرنسا مشكلة غيزيد لهم في البيطة لا يعني القادية يعني رياضية الناس اللي في فرنسا كانوا يخدام في المال دي السيارات كانوا يتخلو السوق بمليون يعني جوجة المليون في الشهر من اللي غادي جي للمغرب بغي يعطيه مئتين وخمسين الفرنسا في الشهر دونك هنا ركي يقع واحد عادة توازن في الاقتصاد ورا هاكذا هادش اللي كي يخلي مثلا الأزمة الاقتصادية كتوقع هادو هما هاد الشركات لا يهمهم مهم شي لابا الشركة دي لصناعة السيارات رامتي هما الشعب الفرنسي لابا هاد الشركة الفرنسية كون كانت تفقد في الشعب الفرنسي رغب تخليك الشركة الفرنسا وتخدم الناس في فرنسا وتفتح بيوت وتقضي على البيطالة وتدل بزافة الحوايج ولكن ما تفكر في هذه القادية تفكروا يربحوا واحد الأربح اللي خيالية شنو غايدروا غايمشوا عن المغاربة العابيد اللي ما كيتخلصوا اسم زيان وغيحرتوا عليهم بلا حقوق بلا تغطية صحية بلا تغطية اجتماعية بلا تشعجو تيجو تغيحرتوا عليهم ورئيس الحكومة يخرج بوجه حمر ما يحشمش يقول لي ما عندنا ازدهار صناعات السيارات في المغرب لا ما عندناش ازدهار صناعات السيارات في المغرب لدينا العابيد في المغرب لدينا الأجور الهازلة في المغرب وهذه الناس اللي يقول لك سيدي أن الناس في المغاربة يقبلون على شراء سيارة تيسلا ما هو لدينا الحد الأدنى للأجور في المغرب الذي سيحل الإنسان المغربي أنه يشري سيارة تيسلا الانسان لا تتوقع بلد لا تتوقع بلد اجتماعي أن يشري سيارة تيسلا اذا اجتماعي هذه القادية المغرب ليس موضوع المغاربة المغرب من الطبقة الرأسمالية تسرق المالعام تسرق القرض تسرق البانك الدولي هل هم الناس الذين يستفدون من مجرسة سيارة تسلا في المغرب؟ وش إنسان موظف غادي يفكر شري تسلا؟ وش إنسان مسكين موظف ومراتهم موظف وعندهم بتتدرى لكي يقرأ وكاري وكي يخلص الكرة وخصوغير يدار مع الزمان ومع الماكلة ومع الباس وش غادي يفكر شري سيارة تسلا؟ شكل هم الناس الذين يفكروا شري سيارة تسلا في المغرب؟ كانت estabهظة، ثم يستطيع شري سيارة تسلا شي صديق شري في الجavam وممهندس الذين يستطيع شري سياَت تسلا وكيف إعلومات اليومة الأوضف لا يستطيع شري سيارة تسلا؟ وكيفرب además العlooة الأفضل على تلك سيارة تسلا؟ كيف يكون هم الناس الذين يستطيع تشري سيارة تسلا في المغرب؟ الأفضل والماك де أي مها شخص وهم الناس الذين يندسوا الأعمال الحر الغير وال tugوات المادرية الكاملة لكي يتركوا في المغرب منذ سنة وطرة منذ الخمسينات وما كانت هالطبقة في المغرب التي تشارك أحسن السيارات وكيعيش في حسن الفيلات ومبرعين وكرة بقيات الشعب هل هذا الرئيس الحكومة؟ يعني يتلقى هذا الميساج لك الناس الذين معه في المستوى ديالهم فهمت؟ ذلك الإليت ديالهم ذلك النخبة اللي كانت في المغرب يعني ما يحشموش والله ما يحشموش يقول لك السيدي مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة ساعد الدين الاعتماني عن قرب إطلاق سيارة مغربية 100% ماذا تعني السيارة مغربية 100%؟ أين هم هاد الناس الذين يريدون سيارة مغربية 100%؟ العقل كلهم يهربون للخارج العقل المغربية كلها تخرج لأوروبا وكندا وامريكا كون هم هاد الناس الذين يريدون سيارة مغربية في المغرب؟ قال لك سيارة 100% في المغرب قدرت تساؤلات حول قدرة المغرب على التعامل مع السيارة الكهربائية وربطت أسبوعية تلكيل بين تصريح المسؤول الحكومي وعدد من المعيقات خاصة ضعف القدرة الشرائية محليا الذي يتم عن عرقلة التسويق بينما تتوفر المملكة على مقومات قادرة على جد مصنعين دوليين للمركبة الكهربائية بالمقابل قالت صحيفة لوبينيون أن السيارة التسلا السيارة الكهربائية الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل أسابيع كسبات شعبية كبيرة سيارة تسلا لقيت شعبية كبيرة في المغرب لأن السيارة الكهربائية الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل أسابيع كسبت شعبية كبيرة في المغرب على غرار باقي دول العالم حيث انخرط عدد من العاشقين لهذا النوع من السيارات في اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تسهيل استعمال سيارة تسلا بالطرقات المغربية ذهبوا إلى أحد المساهمة في تتبيت محطة للشحن الكهربائي على مستوى بعض الطرق السيارة ومن المتوقع أن تحدث تسلا فرعا لها بالمغرب سنة 2020 سمعتوا يعني وش هاد الشي وش هاد يعتبروا الضحك على الضقون والضحك على العقول بشي حاجة اللي اللي ما كتصورش المغاربة غيشروا سيارة تسلا قال لك سيدي المغاربة أقبلوا على سيارة تسلا المغاربة القوم ساكل ما إياك لقف هو الموهب يا الله تبارك الله عليكم اللي يعجبوا الموضوع خلي خليوا تعليق بغير ناقش هذا الموضوع دي السيارة تسلا واللي قدر يشير سيارة تسلا يقول لي يا تنرى بقى تنرى كنفكر نصري شي سيارة تسلا شي سيارة تسلا يا الله تبارك الله عليكم دي السيارة تسلا